طيب هسأل امكان اشواءات اسئلة كده في الاول او سؤال سريع قلتيلي بقى 37 مليون دول كم اسرة؟ دول حوالي 9 من 10 مليون اسرة 9 و 2 من 10 مليون اسرة يعني المتوسطة العامة الاسرة اربعة تقريبا طيب الحاجة بقى اللي بعده العامل الاهلي قديم في مصر زي ما قلتي ويمكن من اول ما كان بيتمتها جامعة تبرعات لانشاء جامعة القاهرة الاميرة فاطمة اتبرعت بمساحات من الاراضي وما الى زلك لكن انتو لمستوا قبل اعلان التحالف بلاش قبل انها التحالف قبل حتى 2014 عدد الاسر كان بيزيد ولا سابت؟ لا هو الحقيقة احنا قبل 2014 كان فيه حالة حنقول حالة فوضى احنا ما كناش قادرين نرسل ده يعني حتى المستفيدين على الارض المستفيد احنا ما نقدرش نقرر اذا كان هو مستحق ولا مش مستحق كان فيه حالة من الفوضى فعلا سواء في المستفيدين سواء في توزيع الاعانات سواء انه كمان العمل ما كانش بيتم باغراض تنموية اكتر من هو كان بيبقى ليه اجندات اخر فاحنا رجعنا دلوقتي يمكن في اخر 8 سنين اجندات اخرى شغليتي لازم اسأل بصباح مقدرش نفوت اجندات اخرى شبه الايه شبه اجندات يعني ممكن نقولها سياسية توجيه رأي العين باستخدام الشغل بتاع الجماعات الاهلية وده طبعا يعني احنا مش هنتكلم حتى في اي تفاصيل غير انه حكم القانون ده ممنوع منعا باتا لانه انا جمعية اهلية او انا مؤسسة اهلية او انا مجموعة من المتطوعين بقوم بدور تنموي بحث دور عمل اهلي بحث عمل خيري بحث ما ينفعش انه هو يبقى تحت اي مظلة يا اما حزبية او سياسية او حتى دينية ده ما ينفعش وكان فيه حاجة كده ماركت بتاعي ويده شوية زيت وسكر ومعاقي شربه وان شاء الله يا اختي نشوفك السنة الجاية وانت محجبة يعني كان فيه جو كده ده حقيقي وكان يبقى فينهم انواع انه فعلا يعني انا بعمل ده عشان يبقى في قد في وقت معينة عندي قدرة بقى على الحجد والتعبئة لان الناس دي اللي استفادت مني في فترة معينة وانا استغلت حالة العوز اللي عندهم او احتياجهم وقوفي جنبهم انه في مرحلة معينة اقدر ان انا استدعيهم فالحقيقة ده يعني العمل اهلي في مصر هو من اهم اهم الملفات وملفهم متصل مع المواطن انا دايما بقول احنا متواصلين مع المواطن في اكتر الحالات حالات الضعف وحالات رقة الحال فده مسئولية كبيرة علينا مسئولية اخلاقية قبل كل شيء ان انا في الاخر ما استغلش احتياج هذا المواطن ان انا بتدي افرد عليه اجندة معينة او تفكير معين او اي اتجاه معين فاحنا بنحاول نرجع الامور لنصابها زي ما بيقولوا العمل الاهلي هو دوره هو دور تنموي دور تكافر وتضامن مع المواطنين وما يبقاش ابعد من كده طيب